يتيح برنامج وورد خاصية دمج المراسلات والتي تستخدم لإنشاء قالب رسالة واحد لأكثر من شخص وبشكل مخصص لكل منهم على حدة فعلى سبيل المثال لإنشاء شهادات شكر لمجموعة من المتدربين حيث يتوفر القالب العام للشهادة وقائمة ببيانات المتدربين عندها يمكن استخدام خاصية دمج المراسلات وذلك لإنشاء شهادة شكر مخصصة ببيانات كل متدرب على حدة وبطريقة آلية ولتطبيق ذلك يتم فتح المستند المستخدم كقالب عام أو يمكن فتح مستند فارغ وإضافة النصوص والرسوم إليه وبقية المحتويات ومن ثم النقر على علامة تبويب مراسلات ثم خيار بدء دمج المراسلات تظهر قائمة بالخيارات التي يمكن دمجها كالرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني أو المغلفات أو التسميات أو الأدلة وخلافه ولتسهيل خطوات العمل يمكن النقر على معالج دمج المراسلات خطوة بخطوة يظهر معالج الدمج في الجزء الجانبي في نافذة البرنامج والذي يوضح ست خطوات أساسية لدمج المراسلات حيث في الخطوة الأولى يتم تحديد نوع المستند المراد دمجه ومن ثم التالي في الخطوة الثانية يتم تحديد مستند البداية وهو مستند القالب العام الذي سيتم إضافة بيانات المستلمين إليه لاحقا حيث يمكن اختيار المستند الحالي وهو المستند العام للشهادة أو البدء من قالب أو من مستند آخر موجود ثم التالي في الخطوة الثالثة يتم تحديد المستلمين بحيث يمكن استخدام قائمة موجودة إما بصيغة ملفات إكسل أو كقاعدة بيانات أكسس مثلا كما يمكن استخدام جهة الاتصال الموجودة في الأوتلوك أو يمكن كتابة قائمة جديدة مثلا يمكن استخدام ملف إكسل يتضمن بيانات المتدربين الإسم والرقم التدريبي وتحديد ورقة العمل المطلوبة ومن ثم من خلال مربع الحوار الظاهر يتم تحديد المتدربين المطلوب إنشاء شهادات لهم ثم النقر على موافق ثم التالي بعد ذلك يتم إضافة الحقول المطلوب دمجها ككتل العناوين أو سطر الترحيب أو الطابع الإلكتروني ولإضافة اسم المتدرب مثلا يتم وضع المؤشر عند مكان الإسم ثم النقر على مزيد من العناصر وتحديد عمود الإسم ولإضافة الرقم التدريبي يتم وضع المؤشر في مكان الرقم التدريبي ثم النقر على مزيد من العناصر وتحديد عمود الرقم ثم التالي يمكن الآن معاينة الرسائل من خلال أزرة التنقل ولتطبيق عملية الدمج يتم النقر على إتمام الدمج ومن ثم يمكن تحرير المستندات بصورة فردية أو طباعتها فعند النقر على خيار تحرير الرسائل الفردية يتم إنشاء شهادة مخصصة لكل متدرب على أحده بصورة آلية ويمكن حفظ هذه الشهادات بالطريقة المعتادة لحفظ مستندات الورد إما من خيار حفظ أو حفظ بإسم ترجمة نانسي قنقر